انا محمد عمري 28 سنة مهندس مع ماري كنت بعاني من الادمان وافتكرت ان حياتي وقفت على كده بس اكتشفت ان حياتي ابتدت لما دخلت مصاحة فكرتها نهاية حياتي بس تلعت بداية حياتي هحكي لكم حكايتي دكتورة ندا في برحلة جديدة تمام انا سمع خلاص يا مديحة روح انتي وانا هجي وراكي وبما انك بقى شاب واسيمه وكده يبقى ليه ضيعت نفسك بالمخدرات لا والاهم من كل ده بقى عندك عزيمة تتعالج ولا لا تقدري تقولي كده يمكن اه ويمكن لا نعم ودي فزورة وانا بقى المفروض احلاها على كده ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه عمري خمسة وعشرين سنة اه ده انتي بتزليني بقى يعني حاجة زي كده ايه ده ايه ده طب بقولك ايه ممكن توضع السرير لان شكلك كده بدأت تحتاج للجرعة لا مش قادر حسس دميه تنفجر اتصرفي مش قادر اتصرفي بسرعة اه اوكي ايه ده بس شوية بص بقى انا ما بحبش عالج المريض بتاعي بعلج اصلا والكلام ده كله انا بخلي مريدي يسيطر على نفسه ويخرج من اللي هو فيه ده بكل سهولة زي ما تقول عني كده ملايكة الرحمة اه ملايكة الرحمة بقولك ايه شكلك كده مش مصدقني صح بطليزار دلوقتي مش قادر حاضر حاضر طب قوليلي ازاي هتخليني يا بطل انا بجد مش قادر مش قادر بقولك ايه انت ايه شكلك جاية هزري لا 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 ما تخافش هعالجك قولي بقى اسمك ايه احكي لي كل حاجة عن نفسك انا شكلي جاية المصحة الغلط مش قادر مش قادر ههههههههههههههههههههه واللهي طب انت جربت اصلا تشوف انك K guilty لها أصلا طوال احنا كده دايما يا بنا ادمين لازم نحكم على الشخص من غير ما نعرفه احكيلي بقى عن نفسك شوف يا دكتورة أنا أول مرة أشوف دكتورة بردة كده بس أنا برضو هحكي لك ونخلص أنا اسمي محمد وعمري 28 سنة ومهندس معماري طب ما انت حلوة هو مالك بقى اوعى يكون الشطان بيجي لك بالليل ويقول لك العب يلا ارقص يلا وتقوم وترقص له ايه ده ايه ده بجد أنا بدأت أشك في أمرك يا ست انتي طب بقول لك ايه ما تيجي نلعب كوتشينة نعم كوتشينة ازاي يعني وانا جاي هنا بقى عشان ألعب ما كنت لعبت في بيتنا حسن قوم بقى قوم بس فزة تحرك كده خد ودي بشكل ودي يا مان ايه ده فيه ايه لا 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 انتي مش طبعية ايه بقول لك قوم يلا 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 ماشي يا ريصة ايوة كده بقول لك ايه بقى نلعب بصرة ولا ايه بالزبط انت بتحب تلعب ايه لا لا انا بحب الشهيب قوي يبقى تستحمل اي حكم مني اشتا يا ستا لا مش طبعية اشتا ويا ستا ده مانت مستقبلي على ايدك يا دكتورة يلا بس ولعب بقى بلا شروب شكلك كده خايف انك تخسر يمان يلا بقى اصلي بصراحة لا مقاومة الجمالي ايه ده ايه الست دي يلا اشتركوا في القناة لا 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 انت كده فشل قوي بقولك ايه ما خدتش بالك من حاجة لا انا خدت بالي فعلا برافو علي انتي خساري بتي انا اتدوش في البلد دي والله ايه ده على ايه بقى يا عمم انا قلتلك اني بقى لك مريدي بطريقتي الخاصة ها انتي اصدق على كده تصدقي فعلا انا مش مصدق نفسي عشان تدعيلي بس اكيد طيب هروح اجيب لك انا بقى الغداء بتاعك ندا وهي ماشية محمد مسك ايديها وقبل ما تمشي بتلف ندا وبص على ايده اللي مسكة في ايديها وحست باحساس لأول مرة في حياتها تحس بي قلبها كان بيدق اجامد قوي دكتورة ندا ايوة شكرا لاني خرجت من المود معاك الدكتورة ندا الساحرة اه صحيح انا ازاي نسيت انك خسرت ولازم عجبك احمد هو مسك ايديها قرب من عينيها وبص لها جامد قوي وحس ان في حاجة غريبة بتتحرك جواه احساس غريب اول مرة يحس بي وهي لقيت نفسها لسه مسكة في ايده وحس بمشاعر غريبة جدا وقالت لنفسها معقولة حس بالاحساس ده واول مرة شوفوه وايه بقى العكوب ارفع ايدك لفوق واقف على رجل واحدة يلا ايه ده احنا في مدرسة ولا ايه يا ستي انا فكر العكوب ده لما كنا بنتاخر على الحسة او نحل غلط ساعتها بقى كان هو ده العقاب هو احنا في حصة ولا ايه ارفع ايدك لفوق لا دهي للمقاومة لا ده كده انت نوية تقبضي علي وبعدين بقى ها نفذ الحكم يا ولد انت حاضر ها حلو كده مش كفاية بقى تصدق شكلك مسخرة استنى ان اخد سيلفي وانت متعاكم كده دي الصورة دي لوحدها هتطلع ترند ايه ده ايه ده بجد بقول ليه ايوه ايوه يلا اضحك يلا بوز البطة انا كمالي ومالي الادمان بس وعلاجه يا ناس وايه الجنان ده كفاية عليك كده في حالات تانية المفروض اشرف عليها يا سلام محمد في دلوقف مكانه وصرح فيها جامد جدا وبعدين قال لها هو انت ازاي كده ايه ازاي كده ايه على اذنك بقا ايه يا نادا مالك ايه اللي بيحصل لك ده ايه ازاي شدتني لها كده ومال قلبي مش عارف في ايه ايه يا محمد مالك في ايه الله عدت الايام وكانت نادا مشرفة على حالة محمد وكانت بتحاول تخليه يتغلب على المخدرات وطبعا قربوا من بعض جدا هيا بقا حسس بايد الوقت يا سطا سطا بقولك ايه انا عايز اقولك حاجة ارغي بقا نادا انا لو بتحسن فانا بدأت اتحسن بسببك وعشانك انت ايه عشاني انا ايوه عشانك ايه طب محمد انا لازم اخرج دلوقتي في واحدة صاحبتي مستنياني تمام ماشي ايه يا بتي يا نادا هو ما فيش غير محمد اللي انت على طول عنده ده ولا ايه هم بس بصراحة الواد مز قوي ابن الايه ده لما ريهام صاحبة نادا قلت الكلام ده ساعتها نادا حست بغيرة جمدة جدا وقالت لها ايه ده انت زي تتكلميك ده يا دكتورة ايه ده ايه ده ايه ده مالك وده من امتى يا نادا احنا ما بنصدق اصلا نلاقي حد ونتنمر عليه او نعكس فيه فيه ايه بقى ايه ويكون اللي في بالي ايه ويكوني حبتي ايه احب ايه ها انا حبه لا طبعا يعني بس الواضح بقى ان عكس كده بقولك يا دكتورة نادا ما تنسيش ان ده مضمن ايه يعني ايه مضمن يعني موهن عشان يتعالج لا والله شكلك كده وقعت يا نادا طب وتفتكري بقى باباكي سياد تلوة هيوافق على علاقة بنته مع مضمن ايه ده لو سمحت الكلمة اعدل على محمد يا ريهام على فكرة هو مهندس يعني مش وحش هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا انت حلوة وطلعت زكيه او مال بيقولوا عليك لغبية كده يا بابا ماشي ها قولي بقى مين اللي متقدم لي اوه الرائد علي شافك وطالب ايدك مني يا ريت يا بنتي تفرحي قلبنا بيكي بقى دلوات زي السمن وعسول قوي بقولكو ايه انتو عارفين رأيي كويس يلا تسبحوا على خير يا احلى ماما وبابا باي باي دخلت قدتها وقعدت على سريرها ولاقيت نفسها اعمالة بتفكر في محمد وقالت ايه يا نادا شكلك وقعت بجد ولا ايه يلاهوي ده انا شكلي بحبه بجد يلاهوي يلاهوي ده ابويا لو عارف حيموتني تاني يوم نادا صحيت ولبست وروحت على المستشفى واول حاجة رحت عليها هو محمد واول ما شافها شدها نحيته وقرب منها ايه ده محمد هو انت بتعمل ايه هو ينفع اقولك انك وحشتيني ايه انت قلت ايه قلت وحشتيني محمد انت كويس كويس ولا ايه صحي بقى مالك محمد قرب من ودنها وقال لها بحب شكل القلب وقع فيك يا نادا نادا قلبها كان بيدق بسرعة قوي لدرجة انها حست ان محمد سمع صدقت قلبها محمد كفاية بقى كفاية هزار ممكن بس بقى انا بحبك يا نادا بحبك في الفترة الصغيرة دي انا حبيتك قوي تقبلي حب واحد مودمن زي طب بقولك ايه ما تيجي نلعب في الجنينة بتاعة المستشفى يلا بقى يلا يلا نادا ومحمد خرجوا عالجنينة وقفت لتلعب وتتنطط زي العائلة الصغيرة بالزبط ومحمد وقف بيبص لها وبيضحك ايه ده دي عيلة صغيرة انا شكلي اغير رأيي حبيت مجنونة يا ناس مش عاجبك ولا ايه انا قدر اعترت برضو ايوا كده شطور نادا انا فعلا حبيتك هو انت متأكد من احساسك ده على فكرة دي ممكن تكون مرحلة انتقالية في حياتك وعايز تملي الفراغ بتاع المخدرات صح ولا ايه ده بقى على اساس انك برشمت رمضون او يمكن اكون حتة حشيشة ولا ايه على فكرة انا حبيتك انت بهبلك بجنانك جنانك اللي جنني ده حبيته وقدمنتك وقدمنت قربك ليا حاسس ما بقتش قدر استغنى عنه في الوقت ده ريهم كانت وقفة وبتتفرج عليهم وحست بغيرة جمدة جدا وصورتهم فيديو والحد هنا خلص الجزء ده ويا ترى ريهم هتعمل ايه بالفيديو والغيرة دي هتعميها فعلا من صاحبتها ولا ايه اللي هيحصل وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الجزء الجاي وما تنسوش لو عجبتكم القصة اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم اشعر بكل جديد بحبكم قوي مع السلامة